زمالك بيصرف جزء من مستحقات لعبيه قبل مباراة توسكر الكيني حوالي 20% من مستحقات اللاعبين محمد أبو جبل حيجدد لنادي الزمالك خلال الفترة القادمة رغم أن محمد أبو جبل كان جاله عرض برضو مغري من نادي بيراميدز كارتيرون بيعلن قايمة الزمالك لمباراة توسكر الكيني والقايمة فيها محمد أبو جبل ومحمد عواد في حراسة المرمة حمزة المسلوسي محمود حمدي الوينش محمود علاء محمد عبدالغني عبدالله جمعة أحمد فتوح محمد عبدالشافي حسام عبدالمجيد حزم إمام طريق حامد أحمد سيد زيزو أشرف بن شرقي محمد أشرف رؤى إسلام جابر محمود عبدالعزيز إمام عشور شيكبالة أيمن حفني حمدي علاء السيد محمد عبدالله سيد جعفر دول لعبة ناشئين مقيدين في القايمة الأفريقية اللي هو حمدي علاء وسيد عبدالله وسيف جعفر يوسف أوباما وسيف الدين الجزيري دي قايمة الزمالك المعسكر اللي حيبدأ بكرة إن شاء الله الزمالك عامل معسكر يومين من المباراة يوم الجمعة القادمة إن شاء الله في برج العرب بإذن الله طيب معي خبر برضو لسه جديد حالاً دلوقتي من نادي الزمالك تعيين عمر أبو العز مدير إداري لفريق الكرة في نادي الزمالك تعيين عمر أبو العز عمر فاروق أبو العز لمنصب مدير إداري لفريق كرة في نادي الزمالك كان عمر أبو العز قبل كده كان مدير إداري برضو فترة من فترات من فترة كبيرة ومن الشخصيات المميزة جداً ابن اللوة طبعاً فاروق أبو العز كرئيس اتحاد الكرة السابق أو الأسبق وعمر برضو من الشخصيات المميزة جداً وناجح جداً واشتغل كمان مع منتخب مصر قبل كده في جهاز مستر برادلي لما مسك منتخب مصر فتعيين عمر أبو العز كمدير إداري في فريق كرة القدم الفريق الأول في نادي الزمالك